من يومين انا عملت فيديو على مسخرت بعض الفنانين وجعل من اللي بيشتغلوا في البحر مادة كوميدية بيبدو تمسخروا فيها بس ما يظل عندكم شي بتكتبوه بتكتبوه على البحارة بدى المسخرة طبعا انا مثال فيلم امير البحار لمحمد هنيدي وقلت محمد هنيدي اهبل طبعا انا اولا اقصد الفعل اللي قام فيه وليس الفاعل الفعل دايما يعني فعل اللي قام فيه اهبل ولكن هو شخص ما لنا علاقة فيه بالاضافة ذاك باسم ياخور اللي عمل الوقواق ما بعرف شو وصوى فيه قبطان وعمل منها مادة كوميدية والمصر رو اعمل مادة كوميدية عن حالك يا باسم يا ياخور اللي انت ضد الموانعة والمقاومة والصمود وعم بتعمل لدعاية لجوازات السفر دول دومينيك وهيفاء وهبي ونانسي عجرم ما شفت شي دراما عربية انصفة البحارة واخر مسلسل هو الكبرى ولا ما بعرف شو اذا اسمه محمد امامة بعرف شو مصخرة بكل ما تعني الكلمة من معنى لا كوميديا لا شي لا بشي بيضحك مصخرة بمصخرة بمصخرة بهدلتون بهدلتون بهدلتوا حالكل البحارة المصريين مش هيك لا القبطاني قل بيعرف يفهموا إلا الضباط بيعرف يفهموا ولا انتم بتفهموا يا محمد pros hekia محمد يا امام يا ابن عاد الإمام ولا بس انت بتعرف تفهم كوميدية ما اعملت كوميدية منيها اعمل كوميدية بالبحر بس ما انه بالمبادئ الاساسية فالبحر اللغا يقولوا واحد اطلع الطرنة vale معرف شو ماذا معرفشو أنا مسلسلات متتالية المسخرة عم تستمر واللي بيقول لك هذي دراما وهذي ما كله مراقب وكله مسيس فهمت؟ ولا شو هي المراقبة؟ شو هي الرقابة يعني؟ بيكفي يقول كل واحد ما ضل عنده شي شير اللي بيجي بيكتبه على البحارة كوميديا روح يكتبه على باسم يا أخور يا زلمي بيطلع عنده مسلسل مكسيكا على المسخرة اللي عم يسويها طبعا جوازات سفر بيجي عمل دعاية لجوازات سفر هو بيروح بيجي جوازات سفر من دول هيفاء وهبي دومينيك وناسي عجرة بيكفي مسخرة والله العظيم بيكفي مسخرة يعني حب كبير لكل البحارة وكل الشرفاء من عدى المبثلين